شكرا معلق للمميز الدكتور وقل أبو العزمي إذن انتهت المباراة لأهل الجزيرة بفوز النادي الأهلي 80-67 في مباراة تقلق فيها جميع العيبي النادي الأهلي جاء هدفة على الإطلاق وولتر 16 نقطة يأتي من بعده عمر الجندي برصيد 12 نقطة ثم عمر زهران برصيد 11 نقطة بعد كده أحمد إسماعيل ومروان سرحان كل منهما 10 نقاط مؤمن خيري 3 نقاط سيف سمير 9 نقاط علي وحيد الناشئ 4 نقاط في الجانب الآخر نادي الجزيرة جاء الهدف أيمن شوكت جارد الفريق برصيد 12 نقطة ثم سيف السنديلي ابن طبعا كابتن شريف السنديلي النجم مصر وبنتخب مصر السابق ب11 نقطة وجاء 6 لعبين برصيد 6 نقاط جيزة وعبد الرحمن الجندي وأنطني المحترف الأمريكي ثم عاصم الجندي 4 نقاط ثم سامي أحمد سامي 5 نقاط أرجع له ضيوفي كابتن سلعاوي يعني بتهيئة للمباراة جاءت أفضل من توقعاتنا كمان بالنسبة لنادي الأهلي وأسوأ من توقعات نادي الجزيرة يعني نادي الجزيرة أكيد ما كانتش مرتدت بالنعمة المباراة يعني كان عايز مباراة أفضل من كده طبعا مبروك لنادي الأهلي فوز مستحق طبعا وعن جدارة وأن هو النادي الأهلي قدر يسيطر على المباراة من أولها بفرض اسلوب لعبه وفرض ادفاعاته قوية واخدوا كل الكور المرتدة وأن هو جري على الفاست بريك وقدر يرجع لما هو عليه النادي الجزيرة أعتقد كان يعمل أن يعمل مباراة زي آخر دقيقتين تلاتة في الجيم لكن قوة دفاع النادي الأهلي وستمر المدرب النادي الأهلي المستر جوستي في تبديل اللعيبة وإراحة عشان مباراة الاتحاد زي ما قلنا وإراحة الاتنين زي ما قلنا عمر طارق وبالنصر علشان يبقى عنده زخيرة ويكون المجهود متأسم على اللعيبة كلها نعم نادي الجزيرة أنا قد أعتقد أن كان مفروض يعمل مباراة قد أحسن من كده شوية نذكر وصل الفترات وصل الفترات كتيرة نادي الجزيرة زي ما قلنا المفروض يكون أفضل من كده لكن نادي الأهلي حالته البدنية والفنية مبروك نادي الجزيرة الحقيقة قبل ما أروح طبعا لكابتال أشرف الكردي أحب أشهد النهاردة بأداء عمر عزبي الحقيقة لأن هذا اللاعب يعني تاني مباراة ليه بعد الإصابة هو عملية الزايدة وكان ليه المباراة اللي فاتت مع نادي زمالكة أول مباراة يمكن كان عنده بعض بعض عن الملعب النهاردة بأداء كويس الحمد لله على السلام عمر إن شاء الله أنت أضاف قوي للفريق كابتال أشرف أولا ألف مبروك لنادي الأهلي يعني هو فوز مستحق زي ما كانت صراحة بيقول وإحنا من أول الجيم قلنا حسابيا النادي الأهلي طبعا أول حتى اليوم بالهزيم نادي الأهلي مشواره في السيزون واضح يعني هو طبعا النهاردة تغييراته غريبا لعب الاثناشر لعيب طول المباراة النهاردة هو الأهلي لايب بعشرة عمر طارق وحاتب أبو الناصر فضل إنه ما يشاركهمش ما يشاركهمش هو ما شاركهمش سخّنوا مع الفرق وعده سخّنوا مع الفرق وعده هو أعتبر لايب العشرة بالعشرة الموجودين هو جرب كل لعب النهاردة كان الشوت الأول والتاني الكابتن كيرتاني كان مجبر هو أولا يحافظ على لعبته هو لازم يحافظ على لعبته لأن الجيم اللي جاي يوم الاثنين مع الجيش ده جيم مهم ليل جزير فلما كان شينفع يفايت على الماتش النهاردة إنما هو الانطباع العام إنه اللعبه كان بداية الجيم دفاع منطقة طبعا بداية الجيم لو هلعب دفاع منطقة اثنين ثلاثة واضح أنا لازم كمان الرتم في الهجوم يبقى بنفس أنا بقى في الجيم يعني الكورتر قرينا عشرة بونت وبعدين بقينا ثلاثة وعشرين بونت وبعدين يوصل السكور تقريبا ثمانية وثلاثين بونت تسعة وثلاثين بونت تسعة وثلاثين بونت ده مش المفروض لو أنا أبقى لعب بالطريقة دفاعيا المفروض الجيم ما يجريش مني بالشكل ده فكان مفروض أحافظ على طبعا كان فيه تصرع واضح جدا من البوينت جارد المحترف جيه بتاع الجزيرة ما كانش موفق ما قدروش سيف سمديل يلعب كورت رؤية تانيك كويس قوي كان مفروض نلعب على الانسايد أكتر من كده عشان أقدر أستغل توفيق الناس الطويلة طبعا ده ما حصلش النادي الأهلي لعب بالأطوال بتاعته كاملة استغل لها تماما النهاردة يعني لعب سنتر خمسة مرة وبعدين لعب السيف سمير و محمد اسماعيل جرب كل واحد لوحده بوست وديب وبعدين جرب الاتنين مع بعض عمل كل التشكلات وسحب المحترف ولعب بوينتجار ده مكان ولعب كل التشكلات الجاب اللي حصل من التصرع في الهجوم في الجزيرة طب كابت انتقشرت النقطة مهمة جدا قد يكون كابت الكرداني النهاردة عنده مباراة الجيش مهمة وشايف انه مش هو كده كده المباراة النهاردة زي ما حدك قلت فرق المستوى أكيد يعني هو كرداني من المدربين الأسكية هو قري المعب طبعا طبعا هو ممكن النهاردة مش عايز يجد فرقته يعني الروتيشن كان عالي جدا النهاردة كرداني هو مش طبيعة الروتيشن عالي ده ولكن النهاردة عمل رتيشن على ممكن ده يكون سبب كبير طبعا طبعا هو السبب انه هو الأهم ماتش الجيش هو لنهاردة الجزيرة عايز يحافظ على المركز الرابع عشان يقدر في بلي اوف يلعب بشكل أفضل على إمكاناته هيلعب مع الجيش خاصية النهاردة بين hope وحيلعب مع الجيش يعني بين وبينตرعي الجيش نقطة يعني factions لو كسب المبرأة الجيية خلس هو هياخد خامس رابع هياخد لأ لو طراء العب حامس فبلي اوف ها فهي هو مش فرقة هو مش فرقة بس يالفقر انها نفسيا انت راجل اه يعني ده تخذ رابع وخلي بالك الماتش الفايصال بيكون على ملعب الرابع على الرابع على ملعب الرابع هو فهو يهم الرابع لأنه يوجد رابع خمس سادس فيه ما بينهم، فهو يهم الجيم اللي جاي طبعا، لكن هو النهاردة في طريقة الدفاع، كان مفروض يبقى الشكل بتاع الجزيرة أفضل من كده، لأن أنا السيستم واضح، هم بحافظ على لعبتي، بلعب دفاع منطقة طول الجيم غالبا، ملعبش ولا كوارتر. ولكن هناك نقطة النهاردة غريبة أيضا كابتن، لما يكون الجزيرة بلعب دفاع زون أو دفاع منطقة، لازم يبقى فيه فاست بريك، أنا طول عمرين عارفين الزون، يعني أنت واخد جود بوزيشلينج بتاخد الكورة بتجري فاست بريك، بتخلص. فالنهاردة الجزيرة ماش نالوش كورة أو اتنين بالكتير، ما نحطوش بسكت، بنكلم كلمات باسكت مش انتقاد، طبعا، الأهلي طبعا فرقة طبعا قوي جدا يعني، بس النهاردة عشان أنا ألعب زون، لازم كل كورة بتوتشات يبقى فيه تحجيز أو بوكساوت أو ريباند، عشان أقدر أطلع بالكورة، بالكورة، أجابها الأول، في حوالي ستة ساكند تراي أو فولو اوفينس مع النادي الأهلي، ما النادي الأهلي مداش فرصة إن حتى لما كورة بتوتشات أنا بل صاقع إن الخامسة بتلم عشان نرم الكورة عشان أنا أقدر أطلع، أطلع بيها، فاست بريك، اللي أزمة كتبها، ما حصلش، ما حصلش، هل نقدر نروح لفاست بريك بس أجيبي الكورة الأول، ما أخدتش كورة، أستحوز عليها، بس أستحوز عليها، فبدي الكورة البوينت جارد المحترف، اللي هو النهاردة أنا شايفه حاطت ستة بونت في الجيم كله، كورة الثالثة ورابة حاطت اتنين بونت، نعم، هو رايحه برضو فترات طويلة، وراح معظم اللعيبة وك بس هو أعتقد أن مستر أجوستي بوش كان محضر كويس على المباراة، الترابات اللي كانت بتعمل على اللعب، اه، تراب، 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 ايه برضو كانت من العوامل مفاجأة بالنزمة، خلينا نوضح لسادة المشاهدين، تراب يعني لما كان البوينت جارد لما كان بياخد هاي سكرين أو بياخد سطار في نص الملعب، بيروح دابل دفاع مزدوج على اللعب الأمريكي، الجزيرة عشان يضطر يسيب الكورة من إيده، عشان تروح لبقاء اللاعبين عشان هو ما يحتفص الكورة معه عشان هو اللعيب هادار، فده اللي أصدر عليك بتنسى العوامل، وأعتقد أن الشود الثالث والرابع كان نفس سياسة كيرداني هي نفس سياسة مدارب أجوستي بوش، هو راحة اللعيبة برضو زمانت قلت، وبحس إن المباراة، لكن أعتقد أن كيرداني كان كل همه إن المباراة ما تفتحش، لأنه برضو نفسيا مؤثرة، يعني هي في فرق، بس هو نجح يقال للسكور، نجح يقال للسكور شوية جزيرة، فتراتاشر بونت أه، نتيجة مش كبيرة، بس هو كان في روح في آخر، ثلاث أربع دقائق، يعني هو ده اللي احنا كنا منتظرينه، إن يبقى الروح دي موجودة في الكوارتر أولين التاني، السكور لما فتح، السكور لما فتح، يعني الروح موجودة في وسط الفرق حتى لو بلعب بالتبديلات كتير أو بالصف التاني، المفروض الروح اللي أربع خمس دقائق في الجزيرة تبقى موجودة طول المباراة، نعم، وبالنهاردة يعني أنا شايف إن كابتن جرداني برضو مدي فرصة لسيف ومدي فرصة لجهزة، مدي فرصة لأس كتير، ومعظ بس الحية سيف، سيف النهاردة حاطة حداشر نقطة، سيف يعني 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 سترة تعالية حالة، يعني كواس جدا كواس جدا تحت الباصة، مش مطلوب أكتر، هو ده سكوره، هو ده اللي سكور اللعب اللي تكاس، أيما شوكت بالرغم عدم توفيقه، جاب 12 نقطة يعني يمكن سناديل وشوكت شارعب حيث شوكت لعيب هايل، يعني كان لعيب في الأهل حتى لعيب هايل، ومن اللعيبة يعني اللي هو حتى فيه، حتى فيه، حتى في اليوبلس ويجيب بعد جيش، جيش، وبعد كده راح ال يعني لعيبها الداف يعني شوكت فنة يعني أصدقوا لي 12 بنت طبيعا طب أنا عايز أشيب لحاجة يمكن النهاردة يعني نادي الجزيرة نزل المباراة بشكل معين لأ شكل معين في أرض الملعب يعني كان نازل أساساً الموضوع يخنق الجيم يعني طيب نزل لأ النادي الأهلي موفق خاصة في الثلاثة بنت طب ليه ما لجأش كابتل كرداني مسألا ما فكر من تومان يعني خاصة نهاردة عمر الجندي نجد سوفر هو هي المشكلة أنه ما غيرش الدفاع عمر الجندي نهاردة أربع ثلاثات عمر الجندي جاب 12 بنت بأربع ثلاثات عندك مروان سرحان ثلاثين عندك مؤمن خيري واحدة وولتر حط واحدة عندك يعني أنا مش يعني في كتير حط ثلاثة فالنهاردة هل يعني برضو الحتة دي طب دي اللي اللي بيحكمه مش يعني الكرداني ما خدش الرزق أو كابتل كرداني ما خدش الرزق النهاردة في أن أنا ألعب من تومان أولاً فرق الأطوال تحت الباسكت ما كانش يقدر يدي له الفرصة أننا وخاصة أنه بلعب بالبوزيشن فور وفايف في الجزيرة غير أربعة وخمسة في الأهل لا وممكن يكون كمان عايز يحافظ على اللعيبة مش عايز يجهدهم حافظ حافظ على الإصابات كمان أستاذينكم كابتل خلينا نروح لأرض الملعب ومراسلتنا سالة حامد من صالة الأمير عبدالله الفايصل ولقاء مع المدرب العام الكابتن أحمد الجرحي تفضل إياه سالة من جديد برحب بك طبعاً يا كابتن هيسم وكل ديوفك الكرام في الستوديو بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة نادي الأهلي في كل مكان وزي ما حدك قلت يمكن معي في هذه اللحظات طبعاً الكابتن أحمد الجرحي المدرب العام لفريق الأول لكرة سالة رجال أكيد يا كابتن أحمد في البداية برحب بك على شاشة قناة نادي الأهلي وعايز أقولك طبعاً مبروك النهاردة الفوز على نادي الجزيرة الجولة طبعاً القابل الأخيرة في الدور الثاني من بطول الدوري السوبر كلمني عن المباراة النهاردة وشايفي زي أداء لعبين نادي الأهلي أمام الجزيرة لا أكيد طبعاً الله يبرك فيك في الأول ورحب بكابتن هيسم معك كابتن سرعوي طيباً رحب بكابتن سرعوي وكابتن أشرف الكوردي طبعاً أكيد الحمد لله على المكسب أول حاجة راضين عن الأداء بنسبة 100% 35 ديئة آخر خمس ديئة طبعاً ما فيش رضا عن الأداء هقول فيه دلع في آخر خمس ديئة فيه تخازل فيه ثقة زيادة بالنسبة لنا دي مش هتمر ملور الكرام أكيد لأن دي حاجة بتأثر بالنسبة لنا احنا في شخصية الفريق مش إحنا كجاز مش متقبلينها تماماً ويكون فيها وقفة أكيد ولكن كمجمل أداء كل اللعيبة الحمد لله اللعيبة من مطش المطش أحسن بس اللي من الطبعاً اللي 40 ديئة يبقوا زي بعض فالحمد لله على المكسب وإن شاء الله يعني اللي جاي يكون مكسب بإذن الله كابتان أحمد طبعاً مباراة الجزيرة خلاص مطش اللي جاي إن شاء الله يعني اللي هتكون آخر مباراة في الدوري الثاني أمام الاتحاد السكندري زي كابتان هتستعدوا للمباراة إن شاء الله من بعد مباراة الجزيرة أكيد نفس الروتيم بتاعنا العادي بكرة إن شاء الله فيه تمرين بالليل وبعد بكرة بيبقى عندنا زي محضر الفيديو تمرين وبنسافر على اسكندرية عشان مطش إن شاء الله يوم لتنين المباراة زي مباراة نفس الروتيم ما لهاش حسابات أخرى زي وزي طيباً يعني نتغلب مطش بس واحد مننا لكن نكسب كل الفرق وإحنا الحمد لله كسبنا كل الفرق مباراة كبيرة ناس كلها تحب تستمتع بيها فرقتين كبار مستوى قريب أجهزة فنية على أعلى مستوى فأكيد هنبقى مطش يعني إن شاء الله يليه باسم الفرقتين وإن شاء الله كده يكون مباراة جميلة وبإذن الله يعني يكون الفوز من نصبنا لو إحنا فيهمنا بإذن الله كابتان أحمد طبعاً شوفنا في المباراة اللي فاتت أمامنا دي الزمالك والمباراة دي كابتان أجسي أو مستر أجسي صعد يعني العديد من اللعيب الشباب من الفريق تحت العشرين سنة تعويضاً طبعاً للعديد من الإصابات الموجودة في صفوف الفريق يمكن طبعاً أكلم مع حدك عن النقطة دي واللي هي طبعاً الروتيشن ومشاركة العديد من اللعيب الشباب وكمان تطمن على حالة المصابين ومواقفهم إن شاء الله طبعاً من الفترة اللي جاية إيهاب أمين أحمد مهيب وطبعاً عبدالله النصر ربيده والله يعني مهيب ممكن يكون قدامه كده مش أقل من إسبوعين عبدالله من إسبوع العشر تيام إيهاب تمرن وبكراً إن شاء الله في التمرين عمر طارق وبالنصر كويسين بس فظلنا النهاردة أن نديهم راح أكتر فإن شاء الله يعني الناس كلها ترجع بإذن الله قريب بالنسبة للسؤال الثاني سألتي على العيو لا مالش لا ده طبعاً يعني النادي هنا الحمد لله قطاع النشئين قوي جداً من سبع تمن سنين الحمد لله يعني النادي الأهلي بيجني يعني سمار تعب عشر سنين كل مدربين قطاع النشئين واللعيبة مميزين بنقدر نحن ندخل لعيب ورد تاني في الدرجة الأولى غير اللعيبة اللي مسافرة فالحمد لله ندي الأهلي عنده زغيرة كويسة لو أي لعيبة من اللعيب الكبار مش موجود في البديل اللي هو يقدر يسد مكانه وحتى لو اللعيبة الكبيرة موجودة اللعيبة الصغيرة دخلة في كومبيتشن جامد مع اللعيبة كبيرة ودي منافسة لصراح الفريق الحمد لله كابتن أحمد بشكرا حضرتك جدا وبتوفيق إن شاء الله في المباراة القادمة أمام التحدي السكندريو ومبروك تاني الله يبرك فيك شكرا كتا طبعا يا كابتن هيسم كان لقاءنا مع كابتن أحمد الجرحي المدرب العام اللي الفريق الأول لكرة السلة رجاله ويمكن برضو معي في هذه اللحظات واحد من نجوم المباراة النهاردة ومن نجوم الفريق مروان سرحان مروان طبعا في بداية برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي وعايزة بريتك طبعا على المباراة النهاردة مبروك الفوز على نادي الجزيرة يعني شايف المباراة النهاردة إزاي وأداء اللعب من نادي الأهلي طوال طبعا الفور كوارت طبعا مساء الخير على كابتن أحمد ناسا والناس الكابتن الكبر في الستوديو طبعا الحمد لله على المكسب الفريق الجزيرة فريق كبير كان عندنا إصابات الفترة اللي فاتت كان إيهاب وعمر طارق ومهيب وبيدو أبو الناصر يعني ناس كبيرة مؤسرة في الفرقة بس الحمد لله يعني إنه قزمة بتفريش معنا يعني حي فرقة كبيرة عندنا لعبة كتير في بدايل فالحمد لله يعني المكسب النهاردة شكل ناس شكلها كويس ودفع كويس للمطش اللي جاي إن شاء الله مطش الاتحاد عايقون مطش صعب فإن شاء الله أربعين يكرمنا يعني مروان طبعا إحنا شوفنا في الفور كوارتز أو في أول ثري كوارتز يعني الأداء طبعا منكم كان أداء متميز وأداء كوي يمكن بس في آخر فترة أو في آخر وقت من المباراة شوفنا شوية في إنخفاض في مستوى طبعا جميع اللاعبين شايف إيه السبب مثلا إنه يخليكم اللي هو مش مركزين زي في بداية المباراة دي حاجة مش مش متعودين عليها الصراحة يعني من تشوفها من لعيبة بس ممكن نقول إلي التركيز أو ساعات لما الفرق اللي سكور بيبقى فتح شوية في لعيبة تبقى تفوق تركيزها في واحد مثلا عايزة أخد شغطة زيادة حاجات كده يعني ممكن ساعات تخرج ثلاثة أربعة لعيبة البقيين برد تركيزهم دي حاجة كوتش مكنش مبسوط منها حتى بفرحة المكسب الأداء اللي هو في آخر سبعة أو تمن دقيقة ده ما مكنش كويس فده خلى كوتش مش مبسوط يعني بنتيجة المواتش عمتا فدي حاجة نتكلمنا فيها بعد المواتش وكوتش قال إن ده ما ينفعش إن ده إحنا بنلعب في الأول آخر لشكل الناجي الأهلي وفريط الناجي الأهلي ومهما كان السكور مفروض نلعب لغاية آخر دقيقة زي أول دقيقة فده حاجة مش هتكرر يعني يعني مرون طبعا سكور كبير وأداء متميز منكم زي ما قلتلك يعني في بداية المباراة يعني الطريقة والفور كورتز كلهم طبعا بالاستثناء يعني الفترة الأخنانية ولكن إحنا بنشوف يعني مستر إغاصي فعلا بيهتم بالنتيجة وبيهتم بالأداء حتى لو المباراة المباراة طبعا يعني مباراة الجزيرة وحتى الاتحاد السكندري من المباراة اللي هتبقى بس فترتيب الفرق ولكن واخد المباراة بشكل جدي جدا وننتو لازم يعني فعلا تحققوا نتيجة كويسة وكمان أداء كويس جدا طبعا إحنا بنتعب ونتمرن كل يوم وما فيش حاجة ما نحن بنلعب مثلا على قد المواتش أو على قد السكور إحنا بنلعب لنا كالعيبة وكل الفرقة فلازم يكون ريتمينا واحد بشكلنا واحد من أول مواتش أو أخر مواتش فدي حاجة ما ما كانتش في اللاكروميا ما كانتش حاجة كويسة بس نتعهد يعني دي مش حاجة مش تحصل تاني فإن شاء الله ربنا يكرمنا المواتش اللي جاي مواتش تقيل ونادي الاتحاد في ملعبهم وبعدين إحنا عايزين نكمل مسيرة الهزيمة إحنا كده 13 مواتش على التوالي فإن شاء الله ربنا يكرمنا المواتش اللي جاي وده كمان المواتش هيحدد الأول والتاني عشان يساعدنا بعد كده في البلاي آف سنأخذ الفرقة السابع والتامن فإن شاء الله ربنا يكرمنا المكسب إن شاء الله طبعا أنا عايز أسألك برضو عن استداداتكم بقى للمبارات الاتحاد السكنداري من بعد مبارات الجزيرة ويمكن أنا زي ما أنتو قلت أنتو دايما عايزين تحافظوا على سلسلة الله هزيمة ويمكن برضو شفنا بعد التواقف الدولي وبسبب مشاركة طبعا منتخابنا الوطني في تصفيات كأس العالم إحنا شفنا إنه بالرغم إن كان فيه تواقف دولي كان مدته أكتر مثلا من شهر أو شهر ونص إحنا شفنا أنتو يعني الحمد لله ما شاء الله سابتين أو محافظين على أدائكم مركزين جدا أكدنا ما كانش فيه تواقف من المباريات لمدة شهر ونص هو التواقف عاماتا طبيعي أنه بيأثر على الفرقة مش إحنا بس على الفرقة كلها الرتم بيقل وطريقة التمرين بتختلف لما بيقى فيه أربع خمس لعبة مش موجودين لمدة شهر دي بتأثر برضو على الجماعية تحت الفرقة فهذا شيء طبيعي أنه حتى بعد التواقف بتنبدأ الرتم تانية على واحدة واحدة ماتش اللي اتحزم بقولتلك حيبق ماتش صعب التواقف ده كل الفرقة يعني فحاجة مؤثر على الناس كلها فإحنا النهاردة خلاص احنا نقف الصحف تاعت ماتش الجزيرة ومن بداية من بكرة في تمرين إن شاء الله نركز في ماتش الاتحاد وإن شاء الله خير إن شاء الله يا مروان وبتمنىك طبعا التوفيق وبتمنى لكل اللاعبين دي الأهلي التوفيق إن شاء الله في المباراة اللي جاية وبرضو في مرحلة الباستوف تري أو الباستوف فايب عفوا إن شاء الله الفترة اللي جاية ومبروك تاني مروان شكرا يا سلا شكرا ده طبعا يا كابتن هيسم كان لقائنا مع الكابتن أحمد الجرحي المدرب العام وأيضا يعني واحد من النجوم المباراة ومن نجوم الفريق مروان سرحان والآن العودة من روحه للستوديو الكلمة لك طبعا يا كابتن هيسم تفضل ورسلتنا سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا كان لقاء مهم مع كابتن أحمد الجرحي والحقيقة الراجل وضح بما لا يدع للشك عدم رضاء الجهاز الفني يعني آخر خمس داي عشان الدروب اللي حصل سكور لأنه قال هي مش فرقة في نتيجة المباراة ولكن فرقة في شخصية الفريق وأنا بحيي كلاما كابتن أحمد الحقيقة وبحيي حتى كلام كابتن مروان المروان لما لعب بمستوى بقى ضفة قوية جدا للفريق علي وحيد أنا بس أقول كده حاجات سريعة عن اللاعبين النهاردة مروان سرحان أربعاية لما بيرجع لمستوى أو ده المستوى الطبيعي بتاعه بيبقى ضفة قوية وبيني للفرقة نقلة يعني خطوات لقدان علي وحيد جود ستارت ببرافو يعني العيب صغير يعني هو عشرين سنة مش 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 لعيب كبير يلعب مباريتين ويقدي النهاردة بالأداء الكويس ده ونهاردة يحط علي وحيد أربع بونت علي وحيد جود ستارت يا ابني إن شاء الله دي هتبقى أكيد في حسابات مستر أجوستي عندك النهاردة أنت بتكسب بالأداء ده بدون عمر طارق وأبو النصر كمان عندك عمر زهران استعاد يعني مستوى بشكل كامل الحمد لله كان حصل دوروبه ده وضع طبيعي اللعيب كربية طالع ونازل عمر زهران نهاردة بمستوى ده سحب الفرقة الأدام عمر الجندي هايل ما فيش كلام نقدر نقول على عمر جد لعيب يعني متكامل كريم حاتم هايل محتاج وقت زيادة عشان هو بوينجارد مركزه صعب عندك مؤمن خيري دايماً ليه مستوى ثابت مستحيل تلاقي مؤمن أقل من المستوى المعهود يعني هو بيلعب في مرجن بيطلع وينزل فيه إنما مؤمن أداءه بالنسبة كبيرة سابتة أحمد إسماعيل النهاردة استعاد الثقة خاصة في النصف التاني في المباراة وأيضاً أحمد إسماعيل يعني لما بيستعاد الثقة بيننا في حتة تانية سيف سمير خبرة كبيرة في الملعب يعني أرجع لكابتن أشرف يمكن أنا كنت بس كاتب نوتس كده عن كل لعيب لأن الحقيقة من كتر ما يعني الواحد قريب الفرقة فبيبقى حس قديم في حاجات معاينة بتبقى نقط طيب كاتل أشرف شايف النهاردة الجيش خسر النهاردة مباراته طلاق الجيش بالنسبة للفرقتين والاتحاد كسب الاتحاد كسب النهاردة الزمالك في غياب اللاعب المحترف في الاتحاد اسكندري إحنا لما نروح نلعب إن شاء الله هيبقى غالباً المحترف مدال غائب شايف حظوظنا ناخد فرقة فرقة شايف حظوظنا النهاردة مع الاتحاد اسكندري في اسكندرية في غياب لاعب بيحط لك على الأقل 20 نقطة شايف المباراة زي أولاً نادي الاتحاد السكندري في اسكندرية ده موضوع تاني خالص سواء المحترف موجود أو المحترف مش موجود كبت أنت كسبت أفرقها في اسكندرية كبتل بالتحاد السكندرية كبتل كسبتوها فكارها دي ولا مش فكارها بس كان مرحوم دكتور عدل صبر دكتور عدل صبر طبعاً بس يعني أولاً أنا مش يعني النادي الأهلي مفروض ياخد حقه يعني المفروض بياخد حقه يعني في الله ككيان ككيان الفرقة كلها يعني أنا في قناة نادي الأهلي بس فرقة كلها بتبقى عايزة تبقى زي النادي الأهلي النادي الاتحاد في الباسكت في الباسكت عامل نفس المنظومة في كرة السلم الانتماء اللعيبة حب اللعيبة للنادي وشنين عاملين المنظومة دي شنين كابتن محمد مصرحي برضو في روح كده في الروح دي موجودة بدون مجاملة في النادي الأهلي ككيان طبعا كانت محمود الخطيب الفرق لكابتن سراوي حتى اللعيبة بتاعته حتى ودي حاجة بتخلي أغلبية اللعيبة في كل اللعب عايزة تروح النادي الأهلي لأنه هو منظومة حدوك شايف ان الاتحادس كان دالي كباسكت في نفس المنظومة طبعا 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 ما نضرش كلها فيه نادي الجزيرة عنده برضو كرة السلم في نادي الجزيرة ك أنا شايف الجزيرة بشوية دعمة بسيط دون ناتفوق النادي بيحصل في أي نادي نفس الدروب بديل نمو مهتمين الفترة اللي فاتت بيقطاع النشئين كابتن جيندي دكتور هاني ديب رئيسكت عن نشئين حاجة محترمة جدا بس أسازينا كابتن خلينا نروح لأرض الملعب واستكمال اللقاءات النهاردة سالة حامد ولقاء مع كابتن الفريق سيف سامير اتفضل يا سالة من جيدة براحب بيك يا كابتن هيسم وأكيد بديو فغل الكرام في الستوديو بكل مشاهدي ومتابعي شاشة القناة النادي الأهلي في كل مكان وزي ما حاج قلت يا كابتن هيسم يعني معي في هذه اللحظات الكابتانه طبعا كابتن الفريق كابتن سيف سامير كابتن سيف طبعا في البداية وراحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وعايز أبريك لك طبعا عن مباراتكم النهاردة مع نادي الجزيرة مبروك وعايز أكتكلمني نهاردة شايف النهاردة إزاي أداء لعب النادي الأهلي أمام نادي الجزيرة طبعا واحد من الفرق القوية اللي موجودة في دور السوبر الأول بسلم على كابتن هيسم وكل الديوف الموجودين في الستوديو معاه النهاردة ماتش طبعا زي ما انت قلت كده من الفرق القوية في الدوري كل المتشات دي تحضيرية لسه عندنا التقيل كله جاي يعني عندنا بعد بقى المتشات دي خلاص فيه بقى دوري وكياس وأفرقيا كل دورة بعضه فبتبقى تحضيرية ممكن لسكور أل شوية كوتش بيرايح ناس شوية لان احنا اللي عندنا اللي جاي كله تقيل يعني فالنهاردة كوننا كويسين الحمد لله بس وان شاء الله اللي جاي ربنا سهل التنسيف يمكن طبعا زي ما انت قلت انه لسه المباراة التقيلة جاية المباراة القوية ولكن انتو بتتعاملوا مع كل مباراة عسنية مباراة لا مهمة مباراة لازم نحقق فيها نتيجة كويسة ولازم كمان نقدي فيها أداء كويس جدا اه اه دي حقيقة يعني احنا كل مطش يعني بيبقى تحضيري للمطشات اللي بعد كده بيبقى بنطبق حاجات بنطبق السيستم اللي احنا شغالين عليه بنحفظ اكتر بعض يعني كل ده تحضيري اه بس طبعا كل مطش مهمة يعني المطشات كلها مهمة وعايزين ندخل بقى المطشات الفايقين المطشات المطشات المهمة دي فايقين واتحضرين كويس وكل واحد في الطوب فورم بتاعته بس فربنا سهل يعني ان شاء الله كابتن سيفيم كزي استعدته للمباراة دي النهاردة المباراة الجزيرة يعني كتستعداداتكم كتعاملة ازاي وطبعا مع رجوع العديد من المصابين وكمان طبعا بعض اللعيبة كتت مشاركة مع متخبنا الوطني في الفترة التوقف ازاي قدتوا طبعا تحضروا المباراة دي وان شاء الله مباراة نادر التحدي السكنداري هتحضرولها ازاي لا مطش يعني بنحضر له بقى لنا يومين احنا بعد كل مطش كده خدنا اجازة بعد كده كان فيه يومين ما بنتكلمش غير عن مطش الجزيرة مش منتكلم عن مطش الاتحادي يعني لسه هنبتد نتكلم بقى عن مطش الاتحادي من بكرة ان شاء الله بس يعني بنحضر كل مطش بمطش يعني مش اكتر مكان بس كابتن سيفنج طبعا شايفين في المباراة تعويضا لغياب العديد من المصابين مستر اجاصي يمكن يعني خلى العديد من اللعبة للشباب من تحت فريق تحت 20 سنة ان هم بيشاركوا في المباراة حدك شايفت ازاي طبعا الروتيشن ده وان هو بيدي فرص طبعا العديد من الشباب وما شاء الله ان شايفينهم في المباراة دي او مباراة كمان تنادي ازاي مالك تقلقوا زي مؤمن طبعا وكمان محمد طريق خيري كريم حاتم كمان علي وحيد يعني جميع اللي هبين تقلقوا بشكل كبير جدا وطبعا في انتظار اكيد يعني عودت جميع المصابين ان شاء الله مع بداية المباراة اللي جاية او من وقت الباستوف فايف ان شاء الله كتش اوغسطي يعني كان دايما بيقول لنا بقاله اسبقالنا سنتين احنا احنا فرقة احنا حتى اللي بيتصاب هو ما بيعلقش انا عايز يرجع ده بسرعة لا انا عايز دام لعيب مهم يرجع لا هو بصراحة في الحتة دي اللي بتصاب بياخد وقته وما بيركزش ان دامه صاب لا عندنا لعيبة صغيرة كويسين جدا 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 متأسسين كمان كويس جدا بقالهم طول عمرنا في النشيئين بناخد كل البطولات فهم طالعين بيتمرنوا معنا اصلا بقالهم سنتين فبيديهم واحدة واحدة يعني المطشط دلوقتي بصراحة تسمح ان ياخدوا فرصة وهم بصراحة كلهم يعني حتى فيه برء يعني غير الناس اللي بلعبوا دول فيه ناس كمان بيتمرنوا معنا غير دول علشان ما نتزنقش يعني علشان ما لما حد يتصاب ولا حد يبقى راجع مش في الطوف فورم بتاعته يبقى انت عندك حد تعرف تقيت وعشان كمان مستقبل فدي حاجة يعني بصراحة كويسة فيه جدا يعني كابتانه طبعا كابتان سيف سمير بشكر حداك جدا ومبروك النهاردة تاني على المباراة وان شاء الله بالتوفيق الفترة اللي جاي ان شاء الله شكرا شكرا حداك كده طبعا يا كابتان هيسم كان لقائنا مع الكابتانه طبعا كابتان الفريق الاول لكرة سالة رجال كابتان سيف سمير والان العودة مرة اخرى للستوديو الكلمة ليك طبعا يا كابتان هيسم تفضل سالح حمد مرساديتنا من الارض الملعب بشكرك شكرا جزيرا يمكن زي ما حضركم شايفين كل الفريق عامل حسابه على المطشط اللي جاي يعني يا كابتان سالعاوي نهاردة احنا كنا بنتكلم وسالة في اللقاء انه الفاينال قد يكون سيفن دك اكتولي المعلومات دي بيشتوف سيفن على قيمة من 14 لاعب واحنا في الاهلي مش قيمتنا 14 لاعب موضوع صعب جدا صعب شايف ده يبقى ازاي صدنا ان فيه تشابك فيه عندك بال وعندك البطولة الافريقيا الويند الاولاني اللي هو الاولاني وبعد كده فيه بعدين في شهر خمسة فيه البطولة الاساسية في رواندا فيه صفر فيه مباراة اساسية صعب يعني مجهود على اللاعبين والتاني اللي بيعملوا مستر اجوشت النهاردة انه بيدور اللعيبة فدي حاجة مش ما بقيتش اوبشن يعني ما بقاش اختيار ده بقى اساسي ان اللعيب ما يخطلوش اكتر من عشر خمسة ديها في الجيم يعني صعب لان انت بتلعب سبع متشارد ده انت داخل دي وقت حدك بتقولي كمان انه هيقعد هنلعب ان شاء الله خلاص هنلعب الاتحاد اسكندري وبعد كرة بعدها هنبدأ اللعبة الاولان هلعب التامن والتاني هلعب السابع يعني الموضوع صعب جيد طب كابتر خلينا نرجع لمباراة الاتحاد القادمة مباراة الاتحاد القادمة الاتحاد سيغيب عنه المحترف والنهاردة واضح ان الاتحاد عنده ازمة حتى في مطش الزمالك كسب الزمالك بعد اكتر تايم فالنهاردة الاتحاد من غير المحترف خاصة عن 15 عشر بنت في كل جيم شايف مباراتنا هناك بالمشتوى اللي احنا فيه ده ممكن نكسب نتمنى ان شاء الله نكسب بس انا عايز برضو اكمل كلام الكابتن عشف اقول ان الاتنادي الاتحاد ليه بقى كبير في كرة السلة بالنسبة للدوري والكاس والافريقيا الاتحاد عنده مدارب جيد جدا زي المدارب اللي عندنا هو الفرق في اللعيب الاجنبي ان هو اصيب ومش هيقدر يلعب بس انا اعتقد ان الفرق تحت اسكندري في صالتهم بيختلف ادائهم فمحتاجة حرص مننا ومحتاجة تركيز من اللعيبة ومحتاج ان كل اللعيب يلعب يبدع يقدر يكون في احسن حالته في اليوم ده لان هما من احسن الهجوم من احسن الفرق اللي عندها هجوم مخصصة ما لعبها سري بوينت ولو اقول لك على حال كابتن معلومة افضل فريق في الكل مباراة كابتن اشرف حتى الان بقى الجولة دي ما تاخدهاش معا حتى قبل الجولة دي افضل دفاع النادي الاهلي تحط فيه 722 نقطة بس كاقل فريق دخل فيه سكور الاتحاد بعد ما انهى الجولة الاولى كافضل دفاع هو جاي اتي تاني اقوى ادفاع بس جيلا شك كابتن هيسم ان اختلف اداء مع الاتحاد مع الراجل ده دفاعيا دفاعيا فعلا وتنظيميا نعم بصراحة اتفق معك اه اه وبانت في السوق في ماتش السوبر يعني شكل الاتحاد اتغير مدارب جيد منظومة كويسة افل على نفسيها نفس زي ما كابتن بس فيه نقطة مهمة جدا بك اشرف قال انه نفس الافل اللي مقفولة في النادي الاهل على اللعيبة زي ما قلت لحدك ان احنا اقوى دفاع كابتن اشرف حتى الان اقوى هجوم لما قبل الجولة دي كان الاتحاد سكنداري ايه ما انا بقولك اقوى هجوم بس خلي بالحادك بقى الاتحاد هنا خسر مفتاح في الهجوم قوي جدا مفتاح نبي محترف اه فانت الريد بتاعك بتاع التهديف اكيد هيقل وكان النهاردة في المباراة ايه اللي عمل الجاب او عمل الفرق الضخم في الاسكور او الفرق بتده يوسع في اسكور على مباراة نهاردة الاهل او طبعا الدفاع الدفاع النادي الاهل نهاردة كان جيد جدا نعم الوفنس في اول كوارتر الفرقتين كان اللعب برتم اللعبة سريع جدا على الفرقتين اهه هنا بيطلع فاص بريكو بيجلي هنا بيطلع فاص بريكو بيجلي النفس نسبة الاخطاء الهجومية على الفرقتين كانت موجودة في الكوارتر في اول عشر ده ايه اللي عمل فرق الس herman stones في أول quarter ال pinch is gold يعني. عذاك شاف التميز الرهيب النهاردة اللي حط seinem foiro тاني هو الدفاع نمرأ واحد في quarter quarterichten out down نمرأ واحد في quarterinson وده الشكل اللي كان جيد جدا بالنسبة لنادي أهلي وده اللي كابتن الكريداني حاول يعامله هذي ان انا هبتدي اركز على الدفاع وهعمل good defense هنحارب في The defense هننعبزون يا كابتن كلنا عيدي باسكت نمرأ واحد الدفاع طبعا. صح. نمره واحد. طبعا. يعني ممكن احنا الاثنين مش توفقين في الهجوم. بس الدفاع يكسب. هو لا يكسب. يكسبني الجين. نعم. لو انا بلعب مع نموذج عمر الجيندي. وبيحط حاطة اه اربعتاشر بونت. وانا رئيبت جود ديفنس حاطيت تمانية بونت. الاسكور هيبقى تمانية بونت. اقلل. اقلل الهدفين اقلل خليوا الريد بتاعه. اقلل. بدفاع. نعم. فكابتن كريداني كان هقال المهاردة ان احنا بداية الجيم. ان انا مرحب دفاع منطقة. او دفاع زون. ديفنس. لازم الاسكور يقل. الفريتين نعموا في الهجوم بنفس الطريقة. نسبة الميس باس. نسبة الشوتينج. في البداية. في البداية. الفريتين كانوا نفس الريد. اتفق معك يا كابتن. الدفاع والريباوند بتاع النادي الاهلي هو اللي عمل الفرق العشرة بونت. الريباوند. البوكس اوت. التحجيز. مافيش ساكن دي ريباوند. مافيش ساكن فول ريباوند. عمل عشرة بونت. انا عايز اقول له كابتن كمان. التلاتة بونت في النادي الاهلي احنا حطينا عشرة ثري بوينت. يعني انا بجي لحصائيات وانا بتكلم مع حضراتكم. احنا مؤمن خير حاطة واحدة. عمر عزب واحدة. عمر الجندي حاطة اربعة. اربعة في منهم تلاتة او ربعة. اتنين سرحان. اه اتنين مروان سرحان. واحد سيف سامير واحد وولتر هوج. المجمل عشرة ثري بوينت. يعني انت حاطت تلاتين نقطة من اصل تمانين نقطة. اقول مستحنة. احنا بنتكلم في حوالي نقول اربعين في المية. من السكورك تتبقى. اه. يعني ده يأكد برضو انه هو. لو السكور ده. والجزيرة على فكرة شوطة فاضية. جزيرة شوطة فاضية يا كابتن سلعاوي. متسرعة. متسرعة. بس فاضية. اه. بس فاضية. اه. لو كانوا جابوا السكورك شوية. كلام حداك ده يأكده. نحن في الاول كنا قريبين من بعض. كان الجيم قريب. كابتن كيرداني طبعا هو. هو داريت من الجيم. مش حادر اعمل فيه حاجة اكتر من كده. يعني كابتن كيردان طبعا يعني. على المستحر الشخصي كابتن ومدرب عظيم. وعنده خبرات كتيرة. طبعا. طبعا. بس هو نهاردة الجيم. الجيم. كان يهموا ان هو يبقى السكور قريب. وده عمله. في الكمباك في رجوع الماتش في الاخر. وهو ده اللي اثر مع اجوستي والجرحي. وانهما تدايقوا جدا. انه بعد تسعة وثلاثين بونت. يرجع الاسكور لتلاتاشر بونت. حتتحس في الاسكور تلاتاشر بونت. مع ان طبعا الجيم كان خلاص. يعني تسعة وثلاثين بونت. جيم راح خلاص. ده ممكن يخسرني جيم. يعني اللي انا بقوله. يعني خلاص. احنا الجيم طبعا مبروك نادي الاهلي والجزيرة. الحمد لله طلب ما اصحيه. دروس النهاردة نادي الاهلي هو بلعب تسكندرية. لو حصل معدها تلاتين ثانية هيخسر. مش أربع دقايق. فقدت تركيزك عشر ثوان. مش أربع. تخسر جيم. تخسر جيم. تخسر جيم. طبعا هي ثقة زيادة. ورور الاسكور تسعة وثلاثين بونت. مفيش مشكلة. اللي معكور عايز شوتي شوتي شوتي. لو مسترجوشتي مستناش. مسترجوشتي بحث الماتش. يعني. برضو برضو يعني الظاهرة اللي كانت الاول ان كان النادي الاهلي. الهجوم بتاعه كان كويس. في الفرق. لكن مستلم. مسترجوشتي. بدأ يزرع حتة الدفاع. الدفاع جيد. واسبع دفاع منظم. الخامسة بيشتغلوا كاتير مورقة مع بعض في الدفاع. صحيح. فالدفاع بقى ليه شكل. فتحسن الهجوم زيادة. طبعا. ده فكر مدرب الأجنبية. وده برضو بدأت الزرع دي من 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 أشرف طوفيق. لما كان مدرب. طبعا. طبعا. مدرب جيد جدا. طبعا. مدرب بحب الدفاع. بدأت يعني بدأت الزرع من هنا. فالبقى لما لنت دفاعك قوي بقى ليك شكل هجومي. نسبة التلاتة بونت نسبة جيدة جدا. وبتعتبر من النسب العالية جدا جدا. إنك تحط عشرة سريق تلت 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 نقاط في المباراة واحدة. كمان أنا عايز أقول برضو حاجة كابتن يعني. يعني. النادي الأهلي في تطور في مستوى. يعني. يعني. لو شفنا الدور الأول كان المستوى مش كده بصراحة. بالرغم من غياب خمس لاعبين مؤثرين. في السكوت بتاعك. فالده دليل. زي ما قال كابتن أشرف. زي ما قلت حضرتك يا كابتن. في صلابة في الفريق. الفريق عنده صلابة. عنده استعداد يستوعب غياب لعب. واثنين وثلاثة. لأن انت عندك منوفر في البوزيشنات. وعنده قطاع ناشيين كمان قوي. قوي جدا. فدي هل ده ممكن يحسم لنا المنافسة السنة دي. أن انت عندك قماش الله أكبر. تقدر منها من اللعيبة الخبرة للعيبة الزغرين لغيره لغيره. شايف دي نقطة مهمة السنة دي. طبعا نقطة مهمة جدا. أكتر من السنة فاتت. أكتر من السنة فاتت. ليه. أقول لك ليه. لأن كان ممكن السياسة العامة. طالما انت بتحط لعيب ناشي مع لعيب كبير. بيبقى فيه حتة منافسة. زي ما أحمد الجرح قال. بفيه حتة منافسة ما بين الاتنين. فدي بتخلي اللعيب الكبير يحافظ على وضعه وحافظ على اسمه. واللعيب الزغار يحاول انه يجتهد. بحس انه يبقى ليه مكان. لأن انت عندك قطاع ناشيين قوي. فمطلق فيه كم كبير جدا من اللعيبة. اللعيبة دي كلها في حالة نفسية. فكل واحد مستنى. الفرصة اللي تجيله. فأي واحد. مش هيقدي. اللي هياخد فرصة ومش هيقدي. هتبقى فرصته انه ترجع تاني صعبة. في غيره. فانت شايف ان الكمبيتشن ومنافسة دي. المستفيد منها هو النادي الاهلي. بلا شك. يعني دي نقطة اساسية. في. واعتقد ان النادي اللي بيعتمد سياسة. اتدفع بالنشئين بصفة مستمرة. ويعرف امتى يحط النشئين. مش في اي وقت برضو انت بتدفع بالنشئين. صح. انت. ومع مين. وامتى. والنشئ نزل مع مين. بالضبط. عشان ما يتحرقوش. عشان ما يتحرقش. اللي قال الله ينور عليك. عشان ما يتحرقش. فدي سياسة. بتحتاج. ما هو بصراح مسترقوش. نجح حتى الان في ده. بصراح. مجهود. اه. واعتقد ان الساسه دي كان في الزمالك برضو. كان برضو دفع. بصراح ما عادش في الزمالك كتير يعني. كبيرة جدا. هل هنلاقي في يوم الايام نادي الجزيرة. بيعتمد. هو في الاصل بيعتمد على قطاعه. ده من زمان. بس النهاردة. وجود. يعني كابتان الديب على رأس المنظومة النشئين في النادي الجزيرة. ممكن نيجي في سنة من السنين اللي لقيه نفس الوضع في نادي الاهلي بقى في نادي الجزيرة. دي حاجة اللي عين عليها. والاهتمام من من رئيس النادي. لا بالأولى. لا بالأولى. ونعم رئيس النادي. وكل الغلبية اتعادوا على نادي الجزيرة. ملابية باسكت. نعم. يعني بالنسبة عليها جدا. ابو ولدهم. فالاهتمام بالقصة. البنات كمان في نادي الجزيرة. مهم جدا. يبتد ياخدوا. السنة دي مراكز كويسة جدا. يبتدوا. المفروض نادي الجزيرة بقى فيه. القطاع في عشرين سنة مع كابتان شريف الجندي. يعملين نتائج كويسة جدا. في تمنتاشر. في ستاشر. لو ما فيش اهتمام. النهاردة الاحتراف. انا مش حادر اجيب اتناشر لعيب. يعني في كورة السللة. انا مش حادر اجيب اتناشر لعيب من بره. انا على القل هيبقت لعيب او اتنين او تلاتة. نادي الجزيرة النهاردة مفيش في لعيب واحد في منتخب مصر. يعني لنادي اهلي. دي نحمد سامي وخرب. ما بقاش يخش بعد. يعني لنادي اهلي. خمسة نادي الاتحاد. اتنين الزمان. ده قوام منتخب مصر. ما فيه سبع لعيبة في منتخب مصر. والنادي الاهلي. اللي كانت محصورة منظومة اهلي. زمالك اتحاد جزيرة. خدت سنين طويلة. النهاردة المجال طبعا ميزانية والواضع. بس اسم النادي الاهلي النهاردة عليه عامل. كبير. يعني دي حقيقة. منظومة وكيان وادارة النادي الاهلي عليها. طبعا عامل مهم في المعادلة. اسم. اسم. طبعا ميزانية والواضع. ودي بتفرق بس اسم النادي الاهلي. او الكيان اللي انا انا نعب فيه بيفرق. النادي الاتحاد. اللي احنا بس هنتكلم عنا. الاهلي والاتحاد. المرحلة اللي جاء. الاتحاد نفس الكيان في كرة السل. الجزيرة النهاردة اتجهوا للقصة دي. الاتحاد عنده قاعة تنشينكة قوية جدا جدا. قاعة تنشينكة قوية جدا. قاعة تنشينكة كلها. عمر بكير. طبعا طبعا. طبعا. يعني هو المنافس مع الاهلي في بالنسبة للمراحل السنية في معظم بطولات الجمهورية. خاصة ان كابتن عمر ابو الخير نجح بشكل كبير. يعني انا بس عايز اتوقف هنا عندي اسم كابتن عمر ابو الخير. النهاردة كابتن عمر ابو الخير هو المدير الفني المصري. من بعد كابتن فؤاد ابو الخير على ما افتكر. يعني احنا كان اخر مرة. لا لا كان روبرت تيلور. في 1994. جيل حضرتك اللي ترى كاس على ابو اربعة وتسعين. من بعد اربعة وتسعين منتخب مصر ما راحش. راح على ايد كابتن عمر ابو الخير. كان في 2014 اللي ما اتذكره في 2015. وكابتن عمر ابو الخير نجح نجاح كبير اهو منتخب كبير. اتاهل به. راح كاس على. ونفس الموضوع مع كابتن عمر ابو الخير في قطاع النشئين. نجح نجاح باهر. الراجل راح في كاس علب اللي فات مع قطاع النشئين. مع فريق 16 علما تذكر. وراح معهم خد افريقيا. يعني عمل انجازات كبيرة على قطاع النشئين. كاسم كابتن عمر ابو الخير. وعلى المستوى الكبير. فهنا كابتن عمر نجح في اي مكان تحط فيه. انا عايز اقبس على الاسم ده. فلما يجيبه كابتن عمر ابو الخير رئيس قطاع النشئين في الاتحاد سكنداري. فهو اختيار. يعني انا شايف انه يعني هيغير كتير جدا في تحاد سكنداري. طبعا كابتن عمر ابو الخير انا يعني كان لياه شرف. يعني ان انا لعبت معاه هو كابتن سلعوي. كلاعب. وبعدين يعني كنت في الجهاز المعاون معاه في منتخب مصر 16. انا شفت يعني كابتن عمر يعني حاجة شرف. الراجل طبعا فاهم باسكت. بيحب الباسكت. بيشتغل بحب. يعني بيشتغل في النادي الاتحاد. او لما عشتهم يعني ما هو النهاردة عشان ابقى مدرب ناجح انا كان لعب ناجح. وده يعني النهاردة برضو بشوف في النادي الاهلي. النادي الاهلي نهاردة لعبته نجومه في الجهاز. في الجهاز. فمتعامل ان انا ككوتش او كمدرب بس بحب ده. النادي الجزيرة ابتدى لنفس الاتجاه. يعني الكابتن كرداني. صقر. عوف. شريف الجندي. هاني الديب. كلهم من ابناء. ما هو يبدو ان التجربة تجربة قطاع الناشئين التي تطبقت في النادي الاهلي لقد استحسنها عند الكل. النهاردة النادي الاهلي استقدم رئيس قطاع الناشئين أسباني مسترداني. النهاردة النادي الجزيرة حاضرت كابتن هاني الديب راجل اسم كبير جداً حطه رئيس قطاع الناشئين. انا ده كابتن عمرة بلخير في ارتحاد اسكنداري. النهاردة يعني حتى نادي الزمالك النهاردة كابتن مرعي بيعاني من هو معندوش نشئين والنهاردة نادي الزمالك بيحاول يعني يشتري العيبة نشئين زغارين يعني أصدأ أولي أن تجربة دي تجربة مهمة تجربة قطاع النشئين دي ده هي ده الاستثمار ده الانفشتمنت ان انت محتاج تعمله نظر ما تروح تجيب لعيب بخم ستة مليون جنيه ولا تجيب لعيب من عندك طالع جاهزة عمر زهران زي مؤمن خيري زي كريم حاتم كلهم أن السمار قطاع نشئين وأن دي سياسة يعني هي سياسة برضو سياسة واضحة في النادي وتعليمات صريحة من مجلس إدارة والنشاط الرياضي باهتمام بالنشئين وكحنى كلجنة برضو فيه تعليمات صريحة أن احنا نبقى نشوف ونلاحظ ويبقى احنا نكتشف الناس اللي هي تعارف يا كابتن أشرف نادي الأهلي عام اللجنة اسمع لجنة انتقاء المواهد يمكن كابتن أشرف يعني أشرح لحددك وسادة المشاهدين معنا برضو حط فيها قامات كبيرة منها كابتن سلعا وكابتن طهر راجب ضفنا المستمع معنا حطوا قامات كبيرة ومن اليد حطوا قامات كبيرة مين معكم في اليد يعني كابتن دكتور فوزي فضالي واللي هوها إبراهيم سعيد الكرة الطائرة معك مين يا كابتن؟ كابتن محمود فرج علم من أعلام الكرة الطائرة وكابتن نرعطية طبعا لجنة دي كل قصتها تقوم الصبح تنام بتكتشف المواهد هي ده لا ده كويس لا ده احنا عايزينه لا ده تعقده معاه فهنا النادي الأهلي برضو ده تعظيم لدور قطعنا شيئا أنا أنا مش يعني مش ها يعني مش هاول أنا غيران من نادي الأهلي مش هارفة بس ده حقه يعني ده حقه أو أن أنا جاي حسد النادي الأهلي لا 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 ده حقه يعني ده حقه النهاردة أي لعيب أو أي حد ده في صالح الرياضة عمو من أنا عايز اكتهت عشان نروح النادي الأهلي فطبعا هيبقى فيه فيه زي ما يقولون خامة أو فيه ضخ فاللجنة أو الفكر الجميل بتاع الموهوبين أو العناصر اللي تستحق أن احنا نبص عليها دي فكرة جديدة يعني دي غير القصة بتاعت القطاع الناشئين اللي عايزين بقى من القطاع الناشئين كمان العناصر المواهب لا ده مش كده ده بره النادي كمان ممكن يوصوا بلعيب في نادي تاني لا بصوا عليه يعني يعني بيعملوا سكان مسح في كل مكان للعيبة الزغيري يعني فيه بلال 14 سنة في البسكت اللي هو جايب مدية ناصر من اللعيبة اللي أوصوا قالك لا الولد ده كويس وطوله كويس يعني بيوصوا بلعيبة معينة في أنديها تانية لا النادي يتحركوا شوفوا اللعيب ده فبقول لحديك أن يبدو أن القطاع الناشئين أصبح خلاص معاك كان فيه بطشة زمان تقدر لكن النهاردة كابتين أشرف حديك عارف يعني فرق كبير حديدك لما انتقلت من نادي اتحاد الشرطة الرياضي أنا بس أحجب قصة لا لا ده أنا ناسي بقوله على هوا لا ده أنا مش برة حانتك انتقلت في صفقة مدوية من نادي اتحاد الشرطة الرياضي لنادي الجزيرة أيام المرحوم العظيم دكتور عدد صبري بمئة ألف جنيه الدنيا ما أنا متش مية وخمستاش مية وخمستاش فالدنيا ساعت أنا فاكر وكان لما كانت تعملت لك أغنية يا كابتين أشرف تعملت لك أغنية واللي عمل لك كوردي اللي انت شريع بمئة ألف جنيه أه لتحدي فكان لما يعني قصد أقول لحديدك أنه كان الأرقام دي مش موجودة فالنهاردة لما أنا يعني كان سهل جدا تجيب لعيب برقم أليل بس النهاردة لما تلاقي لعيب عشان تجيبه عايز ستة سبعة تمانية عشرة مليون أهتم صح أهتم بالقاعدة تحت يعني أهتم استثمار جايد طبعا استثمار وبعد كده بس ده نقدر نطلع إعارات ورجع تاني وقدر نماء يعني والنهاردة النادي الأهلي جاب برضو مودي الجرحي على رأس المدير إداري قطاع الناشئين هو اللي هيندل بقصة دي يعني مين يطلع إعارة لأن نسيبه سنتين هنا وبعد كده نجيبه هيبع عندك بيس كبير 14 لعيب في المادي النهاردة لما عندي لعيب أساسي برقم أنا شريع وعندي لعيب البديل النهاردة لما حط وطالع من قطاع الناشئين أو من عشرين سنة اللعيب الثالث من قطاع الناشئين وحصرف عليه اهتمام وتدريب وموهبة اللعيب الثالث ده بيقوي الاتنين الأولين جداً لأن النهاردة معرض لإصابة معرض لانتقال بموسم صحيح الريسك اللي أنا فيه أو لا ومبارات كتير عدل مبارات كتيرة جداً لأي حاجة لأي وقت ومسافات قصيرة فترات بينية قصيرة جداً مضغوط يعني إحنا ما كنا بنلعب كنا بنلعب مبارات كل أسبوع يعني مبارات كل أسبوع بالوقت أنت بتلعب ثلاث مبارات في الأسبوع سبت ثلاث سبت ثلاث سبت أو سبت ثلاث سبت أنت عندك بليه أوف؟ بعدين أنت عندك الماشاء الله أهلي بطولة أفريقية أنت داخل وداخل على بطولات والأهلي بمسة العربية قبل كده بمسة البطولة العربية فأنت محتاج محتاج اللعيب الثالث من الناشئين اهتمامك باللعيب أنت كمان لما تهتم النهاردة بالقطاع الناشئين ونادي الجزيرة بحاول يعمل كده بتدي أمان لأن أنا في أي لحظة حصل أي ضرب في موسم التقلات في الشرق أو في بيع أنا عندي زي ما كابتن الجيرداني بيقوله النهاردة أنا عايز أحافظ على المركز الرابع فالنهاردة في ثلاثة أو أربعة من اللعيب الطلاقيين من ولد النادي ناشئين اشتركوا في الجيزة جيزة النهاردة لعب وقت كتير جد جيزة صناديلي لعب نهاردة كل ده طالع من النقاط ناشئين بتعدي بمرحلة أنت فعلا محتاجة بتعدي اللعيب كلها يعني معادي استثناء شعوط بس كل نما كل نادي الجزيرة من ولده باستثناء شعوط شعوط ابن نادي له ولكن كل ما فيها حالة أيمن شوكت مش ابن الجزيرة بس يعني باستثناء لعب أو اتنين بنسبة كبيرة جدا نادي الجزيرة هو اللعبة الشعبية عندنا كل نادي الجزيرة لا وليه بقى في تاريخ خورة السلة طبعا بطلقات أفريقيا زمان ولعبة منتخب وناس يعني يعني أنا برضو عايز أقول حتة مهمة جدا فضل لك إن هي إن الحمد لله النادي الأهل الآن يمتلك فريق جيد يجب أن يتجه للبطولات الخارجية ما خلاص ما ان شاء الله أنت دخلت البالة هول يعني لأ دورة عربية كانت جيدة دورة أفريقية حتى فريق البنات وإحنا أوصينا مرة قبل كده ما كنا بنتكلم نقول للفريق البنات يعني لازم بقى يتجه للبطولات العربية والأفريقية عشان يبقى عندها تاريخ يا الله ينور عليك ويبقى عندنا رصيد من البطولات الخارجية بس خلي بالك يا كابتن في نقطة مهمة بقى البسكبير القاف خليجي النهاردة ما بقاش بطولة سحلة النهاردة كل الفرق بتجيب لعيبة محترفين أنت عندك ثلاثة أجانب تجيبهم لعيبة محترفين يعني أفضل لعبين في القارة بتجيبهم أنا همين احتكايات كابتن هايسا ما هو إنت هتعمل احتكايات إنت النهاردة هتوقف إنت عندك النايل كونفرنس أو مجموعة النيل هتلعب ستة وعشرين إبريل هتبقى وقف قبلها الدولة بعشر تيام ده أنت عايز تريح مش عايز تحتاجك عايز تريح عشان تخش على خمس مطشات ضرب نار فانت النهاردة يعني توقيتات طبعا فيها مش كده وبعدها بشهر أو تلات أسابيع بطولة نفسيها هتروح روانده بقى أحسن ثمانية أحسن ثمان فرق في القارة كلها أربعة من هنا وأربعة من هنا ما أنت ستة ستة هياخدوا أربعة وأربعة تمانية تلعب دور التمانية بقى كدور الأربعة وكده الفينال انت النهاردة تتكلم على الطرات ببعيدش سهلا والنهاردة لما الانبي دخل أفريقيا عايز يعمل قاعدة عايز يعمل قاعدة احنا نتمنى يعني نادي الأهلي كل التوفيقين نتمنى لللعبة نفسها اللي احنا بنحبها وإحنا منها كل ده يقضى على المنتخب أصلا واحنا نفسنا نادي الجزيرة اللي يرجع تاني يقف على مسات كل الأندية ترجع تاني ده من صالحة من صالحة اه يعني جدا والنادي جزيرة في طلوق والألان عطالة والنجوم اللي طلعوا من نادي سبورتنج وخورشة اللي قاوي ولا رأسهم لا يا لعب كورت سلح أحمد كابتان أحمد حسن أحمد حسن لعب كبير سلحاوي جاب لنا حاجة كده من الكنترول قال لك السنة الجاية بقى يجيبوا العيبة وبتاقى تخش بقى اذا ما يقولوا يعني ايه نادي سبورتنج انا تمنا انا تمنا انا تمنا كل الانديا والله كابت سلحاوي الوقت مر سريعا معاك بشكورك كابت محمد سلحاوي نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق نورتيني وشرفتيني وتقلقت النهاردة في تحياتك الفنية كالعادة ربنا خليك انا بس اهم حاجة النهاردة ان انا شفت اشرف فترة كبيرة جدا جدا بساعة ما كنت كابتنه وشفتوك ووجدنا معاك اعلامي متميز بتخلي الحلقة ونقول مبروك النادي الأهلي ودائما يا رب منتصال الانتصار شكرا كابت سلحاوي وكابتن أشرف طبعا انا لقي الشرف ان انا معاكو النهاردة وانا في قناة النادي الأهلي وفي كياني النادي الأهلي مع كابتن هيسم اخوي وحبي كابتن سلحاوي يعني كابتني وليه الشرف ان انا لعبت مع الجيل اللي هو شهر كرة سلحاوي طبعا كابت سلحاوي ومتحت وردة وعمرة بالخير انا حضرت الجيل ده يعني انا لعبت مع الجيل ده وانا عندي 17 سنة وانا حضرتك اذا انا حضرتك مبروك النادي الأهلي وان شاء الله مش هنضغل ان هو يفضل مستمر بنفس ده وفي الطالف احسن وبشرفنا وان شاء الله الجزيرة في تحسن وانا عارف ان فيه اهتمام من مجلس اقداره والاعضاء وفقطع الناشئين فيه اهتمام جامد جدا وان شاء الله مفيد جدا ان الجزيرة يبقى في مستوى الطبيعي نورتنا وشرفتنا كابتر عائس اعزال مشاهدين دي كجولتنا النهاردة جولة جديدة من استوديو الابطال ونقنا لحضراتكم من صلات الامير عبدالله الفصل وانتهت بفوز طبعا نادي الاهلي 80-67 على نادي الجزيرة مبروك نادي الاهلي هارد لك نادي الجزيرة ولكن سريعا النهاردة كان فيه مبارايتين مهمتين كان الكرة الياد بسيدات وفوزنا على الزمالك النهاردة بفرق كبير 31-23 على ما اتذكر وعندك كمان الهليوبلس كرة طائرة سيدات فوزنا على الهليوبلس 3-0 وتأهلنا الى دور قبل النهائي مباراة الديربي ما بين الاهلي والزمالك رجال والسيدات في الثلاث ألعاب النتيجة حتى الان 16 فوز للنادي الاهلي 4-4 فوز لنادي الزمالك هنا تنتهي اخبارنا وتنتهي جولتنا شكرا جزيلا حسن المتابعة والى جولة جديدة من جولات استوديو الابطال